بعد أشهر من القرارات والعقوبات لكبح جماح الدولار بدأ سعر الصرف مؤخرا بالانخفاض نسبيا لكن تبقى هذه القرارات التي أتت أكلها بحاجة إلى معالجات أكبر نتابعها في سياق هذا التقرير تدريجيا انخفضت قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية بعد أن كان ارتفاعها ثابتا وبالتفاوت هذا الانخفاض يقول مختصون بأنه جاء نتيجة كثافة الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة أخيرا والمحافظة عليه تحتاج أيضا إلى إصدار جملة من القرارات الداعمة للبنوك الرسمية والتجار من الدرجة الأولى الآن الطلب على الدولار منخفض لماذا؟ لأنه اتساع العمل بالمنصة التجار الآن أغلبهم بدأ يعمل بالمنصة نتيجة الاستقرار ونتيجة الحكومة الحالية والبرنامج حكومة دينافذة السيد السوراني لاحظنا أن هناك آثار إيجابية كبيرة جدا على الوضع الاقتصادي وبالتالي على الدولار لكنه لا يعني هذا أننا سوف لن نلمس في لحظة من اللحظات ارتفاع الدولار نسبة الذهاب الكبيرة من التجار إلى المنصة الإلكترونية لاستيراد سلعهم كانت عاملا فاعلا في الانخفاض الحاصل بسعر الدولار فمنافسة الحكومة للأسواق السوداء في تقديم التسهيلات للمستوردين حال تطورها ستسهم كثيرا في نزول أسعار الدولار مقابل الدينار وقربها من السعر الرسمي إذا استمرت الدولة بعزمها وعملها هذا بالمشاريع الاقتصادية المحلية أكيد راح يكون انخفاض بالدولار وتكون قيمة للدينار العراقي لأنه الحقيقة كل المراحل اللي يمرت الدينار العراقي اهمل والناس اهتمت بالدولار تحول الرقم عامل كبير لكن أنت مو بسط الحقيقة السيطرة على المنافذ المفروض تقلل ما تحتاجه من الاستيراد يعني تقنن الاستيراد لأنه إحنا بلد مستورد بالكامل يعني لازم تخفف الاستيراد ضبط ظواهر تهريب العملة بشكل أكبر والتقدم في تطبيق مشروع التعامل الإلكتروني بدل الورق ودعم القطاع الخاصة إصلاحات من شأنها تطوير استقرار الاقتصاد المحلي والقضاء على اختلال أسعار بيع العملة الأجنبية في الأسواق السوداء الخارجية أحمد ليث بغداد قناة الرابعة